بسم الله الرحمن الرحيم حياتنا مليئة بكثير من المتغيرات واي process أو service عشان تتقدم فيها متغيرات كتير جدا لو بنتكلم عن منتج معين بيتم إنتاجه في مصنع ممكن يكون فيه متغيرات زي المكينة اللي بتنتجه الوردية الأشخاص اللي شغالين فيها لو ري أكتر معين ممكن يكون الضغط والحرارة طيب إيه أحسن combination ما بين هذه الvariables عشان يديني جودة كويس فلما يكون عندي رغبة عشان أفهم الprocess بتاعت الشغالات زي أو لما يكون عندي رغبة عشان أطور أو أغير أو أحسن لازم أعمل بعض التجارب عشان أعمل تغيير لهذه الvariables عشان تديني النتيجة المرجوة أحسن نتيجة وأفضل نتيجة ممكنة من هذه المتغيرات الindependent variables هي اسمها independent لأنها مستقلة ما بتتأثرش بغيرها واسمها exiblingatory لأنها بتشرح بتشرح إيه سبب التغيير واسمها input variables لأنها المدخلات اللي بتأثر على المخرجات في حين أن الdependent variables المتغيرات التابعة هي dependent لأنها بتعتمد على غيرها وتسمى أيضا response variable لأن ده response للإفكت بتاع الindependent variables واسمها output variable لأنها دي المخرجات دي النتائج وغالبا أنا باهتم دايما بالdependent variables التركيز بتاع المنتج النهائي الشكل النهائي دي dependent variables اللي بتعتمد على الindependent variables أو ال input variables اللي بتأثر فيها وبتأثر على شكلها المثال اللي قدامنا بيقول إن كمية المية كمية المية اللي بتنزل على النباتات دي independent variables هي مستقلة وأنا بتحكم فيها بزودها أو أقللها في حين إن حجم النبات عادل أوراق النبات نفسه بيعيش أو بيموت دي dependent variables فبالتالي لو بعمل experiment عشان أشوف تأثير المية تأثير المية لما يزيد أو يقل هيأثر بالإيجاب أو بالسلب على النبات ولا لا ولإن الحياة مليئة من متغيرات أكيد مش المية الوحدة هي اللي بتأثر على النبات في حاجات تانية كتير نوع التربة اللي مبني فيها النبات الشمس مدى تعرض النبات للشمس درجة الحرارة كمان لو بنستخدم نوع معين من الأسمدة فبنفس الفكرة هيبقى ال independent variable هو كمية الفيرتلايزر ولياكم مثلا عندي مجموعة من الأسمدة هجربها وكل سماد هحط منه كمية معينة إلي الوسط كتير في المقابل ال independent variables هي هي اللي كنا تكلمنا عليها نمو النبات عائد الأوراق هل هتكتر الصمار ولا لا تبقى لهذه التجربة ناخد مثال تاني نفهم بيه ال variables لو عايزين نعمل تجربة هل التست score بتاع الطلبة بيتأثر بعدد ساعات النوم قبل الامتحان ولا لا في هذه الحالة هيبقى ال independent variables هتبقى عبارة عن عدد ساعات النوم وهيبقى ال independent variables ال score اللي بيجيبه الطالب في الامتحان فمعنى كده ان احنا مفروض ناخد مجموعة كبيرة من الطلبة ونبدأ ان نشوف عدد ساعات نومهم ونحاول نعمل correlation ما بين عدد ساعات النوم وال score في الامتحان باختصار ال independent variables بتمثل cause وال dependent variable بتمثل effect فلما نقول cause and effect والcause and effect diagram كان يبنتكلم على independent variables وتأثيرها على dependent variable لما كنا بمثل بياني اتنين variables مع بعض كان دايما ال x-axis فيها ال independent variable وال i-axis بيبقى فيها ال dependent variable فال y-axis دايما انا بيحتمى بيها وكانت ال equation دايما y بتساوي fx او ال y بتساوي function في ال x اشتركوا في القناة